في إطار تنظيم الأمور والاتجاه للأفضل في عدم الدخول في أي مهاطرات أو جدل أو نشر معلومات أو شائعات أو أي مجال أن يدخل البعض من محبي دايما إدخال النادي الأهلي في دوامات ملهاش أي أساس من الصحة أو في حسابات معقدة أو جره إلى عملية جدلية ليس لها داعي قد تعطل الأهلي بشكل أو آخر عن تركيزه في عمله ومسرته النجاحة في كافة الاتجاهات النادي الأهلي بقيادة ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب يقرر وضع ضوابط حاسمة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشال ميديا التفاصيل بتقول أنه استمع مجلس إدارة النادي بأكمله لرؤية ووجهة نظر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة في هذه المرحلة حول إدارة الأمور المتعلقة بكيفية التعامل على مستوى كل أعضاء مجلس إدارة النادي وكل العاملين في الإدارات والأجهزة التنفيذية أو الرياضية أو الفنية كل العاملين في النادي إداريا وفنيا وكل الأمور المتعلقة حتى بالفريق العمل والزملاء في قناة النادي الأهلي أن تكون هناك ضوابط لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأخبار المتعلقة بالنادي أو نشر أي أمور تتعلق بالنادي أو صور خاصة بالنادي أو أي موضوعات تتعلق بالنادي الأهلي وبالشؤون الداخلية للنادي الأهلي حتى لا تكون هناك مجالات لنشر شائعات أو للدخول في أمور غير دقيقة أو غير محسومة أو استبق الأخبار قبل أن يعلنها النادي الأهلي بشكل رسمي وبشكل موضوعي كما هو المتعرف عليه دائما أبدا داخل النادي الأهلي عندما يذيع خبر بيذيع الخبر رسميا بعد إنجازه صفقة بعد ما يتم توقعها فعليا أي خبر النادي الأهلي ما بيستبقش الأحداث ويخرج به إلى الرأي العام الأهلاوي أو الرأي العام الرياضي في مصر بشكل عام إلا بعد أن تحصم الأمور رسميا نادي الأهلي لا يحب الإجتهادات في الأمور غير الدقيقة أو أن يترك المجل الشائعات في أي أمر يتعلق بأخبار النادي أو الظروف الخاصة بالنادي الأهلي أو أموره الرياضية والإدارية إلى آخر المجلات المتعلقة بالنادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره في هذا الإطار الكابتن محمود الخطيب بيحدد هذا الإطار فيه أو بيتخذ قرار طبعا وفقا لبعض الأمور اللي تم تحددها واللي يمكن أن تكون خارج لائحة النظام الأساسي وفقا للبند التاسع في اللائحة استمع مجلس الإدارة إلى رؤية الكابتن الخطيب حول كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية والبرامج التلفزيونية والصحف والمجلات أي الإعلام بشكل عام والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضاءه أو الرد على آراء الجماهير ونشر أخبار أو آراء أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شؤونه وهو ما يسمح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إداراته أو أعضائه بالإساءة بشكل أو آخر عرض الكابتن محمود الخطيب جاءت نظره في هذا الشأن فيما يتعلق بمنع جميع من يمثل النادي الأهلي رسميا من خلال تواجده في النادي الأهلي في أي إدارة من إداراته أو في أي إدارة تابعة للنادي الأهلي مثل إدارة قناة الأهلي أو أي مؤسسة من المؤسسات المنبثقة عن النادي الأهلي ومنها بالتأكيد قناة النادي الأهلي كل العاملين في هذه المؤسسات أو القطاعات عليهم أن يلتزموا بهذا الأمر وبهذه الرؤية اللي بيراها مجلس الإدارة وفي مقدمته طبعا صاحب هذا القرار هو الكابتن محمود الخطيب اللي أوصى بهذا الأمر أنه يرى الأفضل للصالح العام للنادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره عدم الدخول في هذه الأمور إلا من خلال شكل دقيق ومنظم بتنظمه اللوائح الخاصة بالنادي وبيكون له رؤية بيحددها مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب بيعد هذا القرار من القرارات التي صدرت في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي وذلك عملا بالمادة رقم 9 من اللائحة وعليه بعد المناقشة اتفق أعضاء المجلس بالإجماع على عدم قيام أعضاء مجلس إدارة النادي وزي ما قلنا حضراتكم كل الأشخاص اللي بيمثلوا النادي الأهلي بشكل أو آخر في الدخول أو التعامل مع هذه المواقع أو الرد أو الدخول في جدل حول أي أمر من الأمور أو أراء الجماهير أو الموضوعات المطروحة أو الأخبار أو التسريبات أو الإجتهادات المتعلقة بالنادي الأهلي بشكل أو آخر إلا من خلال الشكل الرسمي اللي بيحدده النادي وبيتفق عليه أنه بينقل حقيقة وأمر واقع تم تأكيده من خلال المصادر الرسمية التي لها الحق في الإدلاق بتصريحات باسم النادي الأهلي أو التعبير عن موقفه أو رأيه الرسمي طبعا ده رؤية بتنظم الأمور ولا تترك المجال أو لا تفسح المجال لأي شخص عايز يعطل بشكل أو آخر أو يعرقل النادي الأهلي في مسيرته أو يدخله في أي متاهات يعني لسنا في حاجة إليها بشكل أو آخر لأن النادي الأهلي اعتاد التركيز في عمله وفي اجتهاده وفي برنامج عمله من أجل تحسين المناخ الرياضي والإداري في النادي وتحقيق المزيد من الألقاب أو البطولات أو الإنجازات وده دايما أي مؤسسة سواء مصرية أو عربية أو عالمية بتركز على النجاح وعلى العمل وعلى الإنجاز بتكون دايما بتفضل أن تخوض هذا الأمر من خلال أسلوب ومنهج وطرق احترافية بعيدة عن الشكل طبعا الفوضوي أو العشوائي بأي طريقة